بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام حياكم الله إخواني الطلاب والطالبات في مادة توحيد واحد فأهلا وسهلا بكم اليوم معنا بإذن الله درس مهم جدا وهو أسباب الانحراف عن العقيدة ووسائل الوقاية منها ماذا سنتعلم اليوم سنتعلم الآتي أولا أن نذكر الأسباب الخارجية عن الانحراف في العقيدة وبعد ذلك بإذن الله أن نذكر الأسباب الداخلية عن الانحراف في العقيدة وأخيرا أن نبين وسائل الوقاية من الانحراف في العقيدة هذا الذي سنتعلم بإذن الله في هذا الدرس وكما أخبرناكم أنه قبل أن نذكر هذه الأسباب لا بد أن نتذكر جميعا الوسطية لهذا الدين العظيم دين الإسلام الإسلام هو وسط بين الأديان كما ذكر الله سبحانه وتعالى فقال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلِيْكُمْ شَهِيدًا ومعنى وسطة أي عدلة فهذه الأمة أمة الإسلام وسط ومذهب أهل السنة والجماعة وسط أيضا بين الفرق الضالة وننظر هذه الوسطية ونعرفها من خلال ما نأخذ سريعا ما أخذنا في دروسنا السابقة من وسطية أهل السنة والجماعة لكي نعلم أهمية الثبات على هذه الوسطية وأن نحذر من الأسباب التي تبعدنا عن هذه الوسطية وسطية أهل السنة والجماعة وهي العدل التي بيّنها الله في هذه الآية وسطية أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد مسائل كثيرة سنذكر مسألتين المسألة الأولى هذه المسألة تأملوها عقيدة الفرق في أسماء الله تعالى وصفاته عقيدة الفرق في أسماء الله تعالى وصفاته نستطيع أن نفهم ماذا بأهل السنة والجماعة أنه وسط إذا فهمنا المذاهب الذين ظلوا في هذا الباب فأول فرقة ظلت أرجو أن تتذكروا معي ما هي من خلال الأسماء والصفات أحسنتم نعم المشبهة أول فرقة ظلهم المشبهة طيب من هم المشبهة ماذا فعلوا؟ يا سلام نعم أحسنتم شبهوا الخالق بالمخلوق شبهوا الخالق بالمخلوق فجعلوا صفات الخالق نسأل الله العافية كصفات المخلوق فنسألوا لله يد كيد المخلوق تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا أما الفرقة الثانية فهي المعطلة ماذا فعلوا المعطلة؟ أحسنتم نعم فعلوا أنهم نفوا صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال ما عرفنا الآن في حال المشبهة الذين ظلوا وحال المعطلة الذين ظلوا نعرف ونفهم مذهب أهل السنة والجماعة فنقول أن أهل السنة والجماعة وسط فيقولون أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله أسماء أسماء حسنة وصفات علاء من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير التكييف والتمثيل ومن غير التحريف والتعطيل أما الوسطية الثانية في باب الاعتقاد التي أخذناها هي عقيدة الفرق في الأسماء والأحكام في باب الإيمان نعرف عقيدة الفرق الظالة ثم نعرف وسطية أهل السنة والجماعة أول فريق هم الخوارج وأيضا المعتزلة لماذا وضعناهم معا لأنهم اتفقوا في شيء واختلفوا في شيء اتفقوا في ماذا ذكرناها لكم في دروس أحسنتم نعم اتفقوا في الأحكام واختلفوا في الأسماء الأحكام الحكم على الذي يفعل الكبيرة وهو مؤمن الحكم عليه في الآخرة فاتفقوا الخوارج والمعتزلة أنه في النار وأما الأسماء في الدنيا فماذا قالوا قال هؤلاء الخوارج أن الذي يفعل الكبيرة ماذا كافر يسمى بالكفر نسأل الله العافية وأما المعتزلة فقالوا ليس بكافر وليس بمؤمن يخرج من مسمى الإيمان ويكون منزلة بين المنزلتين كما بيناها كما بيناها لكم وأما الفرقة الثانية التي نظل وهي الثالثة أيضا التي ظلت في هذا الباب هم المرجئة المرجئة وهذه الفرقة قالت نسأل الله العافية أنه لا يضر مع الإيمان ذنب وشبه أبو بكر وإيمان أبو بكر رضي الله عنه بالفاجر الفاسق نسأل الله السلامة والعافية أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هذا الظلال فاعتقدوا هذا الاعتقاد أنه الذي يفعل الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو في الآخرة تحت مشيئة الله وإن يغفر الله له فإنه يعذب في النار لم يشأ الله المغفرة له فإنه يعذب في النار ولا يخلد في النار بعد أن أعرف أنه وسطية أهل السنة والجماعة تتشوف نفوسنا لكي نثبت على هذا الطريق تأملوا معي هذا الحديث هذا حديث؟ نعم حديث طيب ما علاقته بالخط؟ تأمل الخطوط الأخرى هذه الخطوط هذا الخط وهذه الخطوط فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده وهذا الخط مستقيم ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ماذا فعل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام؟ ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوط أخرى ثم قال هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع هذه السبل فأنت إذا بقيت على هذه الوسطية فعنت على الصراط المستقيم طيب كيف تبتعد عن السبل؟ لابد أن تعرف الأسباب التي تؤدي لهذا الحراف وهذه السبل وإذا عرفتها فأنت تتقيها كما أخبرناكم أعرف الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه وأيضا الحديث الآخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم عن الله سبحانه وتعالى أنه قال عليه الصلاة والسلام ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ماذا قال الله؟ قال الله كل مال نحلته عبدا حلال وقلنا لكم أن نحلته أي؟ أعطيته وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فالأصل أن الإنسان على الوسط وعلى الدين المستقيم وعلى الصراط المستقيم ماذا يحدث له؟ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فبين لنا أنه ينبغي علينا أن نحرص على الثبات على هذا الدين والطرق لذلك هي الأسباب التي نذكرها لكم وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين السبب الأول أسباب خارجية ما معنى خارجية؟ تأملوا الشاشة خارجية وأسباب داخلية وأسباب داخلية أما الخارجية فهي خارجة عن الإنسان في بيئته في محيطه هذه الأسباب الخارجية أثرت على هذا الإنسان فجعلته يبتعد عن الصراط المستقيم وعن الطريق الوسط الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الله سبحانه وتعالى وأما الأسباب الداخلية أسباب داخل في الإنسان قصر في إصلاحها أو لم يعمل بها فوقعت في نفسه فانحرف عن الصراط المستقيم والطريق الصحيح أما الأسباب الخارجية فهي أولا تأثر بعض جهال المسلمين بالأمم المجاورة والأخذ بثقافاتها وأفكارها وخاصة بعد المد الإسلامي واتساع الفتوح لما اتسعت الفتوح في البلاد الإسلامية في السابق لما اتسعت الفتوح أصبح المسلمون بعض المسلمين يتأثر من هذه الفرق وهذه الأمم الكافرة فيأخذ منهم فنقلوا هذه السموم في بلاد المسلمين أما السبب الثاني ترجمت كتب الفلسفة المنحرفة وتشجيع دراستها والتعمق فيها وهذه من أسباب الخطيرة جدا كما ذكرنا لكم في فتنة خلق القرآن فتنة خلق القرآن ماذا حدث؟ حدثها فتنة خلق القرآن أن المأمون بدأ يترجم في الكتب اليونانية وينشرها في بلاده فأثرت على الناس وكانت من أسباب هذا التأثير وهذا من جزء من هذا التأثير وغيرهم بذلك يحذر الإنسان من هذا الأمر وهذه من أسباب الانحراف وهذا السبب داخل يام خارجي نعم خارجي من أسباب الخارجية الترجمة العامة لكتب الفلسفة المنحرفة وانتبهوا المنحرفة لكن لو كانت غير منحرفة مفيدة فلا بأس فيها ينتفع الناس منها الثالث من أسباب الخارجية دخول بعض أصحاب الأديان الأخرى في الإسلام ممن لم يتخلصوا من معتقداتهم السابقة يدخل في الإسلام لكن باقي في قلبه شوبة وبعض الأشياء في قلبه ما تخلص منها من معتقدات سابقة فبدأ ينشرها في أسرته في مجتمعه إلى من حوله ونشر هذه السموم وانتشرت فأثر في كثير من الفرق وسبحان الله لو يتأمل الإنسان يجد أن أصل الفرق الضالة هي مأخوذة من هذه الأمور من الذين دخلوا في الإسلام وبقي عندهم بعض الأشياء أو الذين دخلوا في الإسلام لغرض التشويه كما في السبب الرابع دخول بعض المغرضين في الإسلام بقصد الدس والكيد للإسلام والمسلمين الكيد والدس للإسلام والمسلمين كما حدث في فتنة خلق القرآن فمن تكلم بها هو الجعد بن درهم وآخذها الجهم بن صفوان الجهم بن صفوان ثم نقلها إلى الجعد بن درهم الجهم بن صفوان من هو؟ رجل لا ديني ملحد نسأل الله العافية وكان أصوله يهودية ثم انتقل ثم ألحد وبدأ يؤثر في هذا وادعى الإسلام فأدخل هذه السموم فأخذها الجعد بن درهم نسأل الله السلام والعافية ونقلها في الناس وتأثر الناس بها لكنه لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت ثبات الجبال فلقب بإمام أهل السنة والجماعة لثباته في هذه الفتنة لذلك يقال أن الدين حفظ بأبي بكر الصديق في حال الردة فتنة الردة وحفظ بإمام أحمد بن حنبل في حال الفتنة أي فتنة خلق القرآن ولهذا إذا رجعنا كما أخبرناكم إلى أصول كثيرة من البدع والفرق نجد لها أصولا خارجية أصول خارجية المعتزلة لهم أصول خارجية الجهمية الخوارج كل هذه الفرق الضالة لها أصول خارجية ليست إسلامية فأثرت في هؤلاء وهؤلاء عندهم أسباب خارجية وقعوا فيها وعندهم أسباب داخلية وقعوا فيها لذلك انحرفوا عن الصراط المستقيم لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير العظيم فقال عليه الصلاة والسلام عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأملوا الحديث العظيم لتتبعن سنن من كان قبلكم وفي رواية سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه وهذا حديث عظيم يحذرنا من التقليد الأعمى من التقليد الأعمى فبعض الناس وبعض الشباب يقلق تقليدا أعمى لا يفهم هذا الأمر انظروا إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم الضب ليس موجود في جزيرة العرب ومع ذلك من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلم الذي أخبره الله به أن الضب من أصعب المساكن مسكن الضب وجحر الضب لأنه في الأسفل ولا يكون نجاته إلا بجحره فإذا خرج جحره ما عرف أي شيء بعد ذلك انظروا إلى الدقة من صغر هذا الجحر وصعوبة هذا الجحر قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وهذا من الأشياء التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك أما الأسباب الداخلية وهي مهمة أيضا في النفس وفي الإنسان ما هي الأسباب الداخلية؟ السبب الأول تلقي الدين من غير مصادره ما هي مصادر الدين؟ ما رأيكم؟ ما هي مصادر الدين؟ يا السلام عليكم أحسنتم مصادر الدين الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة هذه فقط هي المصادر مصادر الدين فلا يصح لنا أن نأخذ مصادر الدين وخاصة العقيدة إلا من مصادرها الأصلية فلا نأخذها من العقل أو لا نأخذها من فلان وعلان الذي لم يعرف بعلم إنما نأخذها من مصادرها الأصلية من الكتاب والسنة وإجماع وإجماع سلف الأمة فتلقي الدين من غير مصادره من الأسباب الداخلية التي تؤثر على الابتعاد عن طريقة السلف ومنهج أهل السنة والجماعة والانحراف عن العقيدة أيضا من أسباب الأسباب الداخلية في الانحراف اتباع الهوى اتباع الهوى وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي علينا أن نحذر منها ينبغي علينا أن نحذر منها حذر كبير جدا فالهوى إذا وقع في النفس ظل الطريق بل أنه يصبح معبودا لغير الله سبحانه وتعالى فيعبده الإنسان كما بينه الله سبحانه وتعالى فإنه أصل الزيغ وسبب مفارقة الحق أصل الزيغ وسبب مفارقة الحق تأملوا هذا النشاط ارجع للمصحف إلى سورة الجاثية أرجو الآن منكم أخواني وأخواتي الطلاب والطالبات معكم الجوال الآن إما عن طريق تطبيق في المصحف أو مصحف في جوارك افتح المصحف إلى سورة الجاثية أعطيكم دقائق يسيرة ثم أكتب الآية الدالة على أن اتباع الهوى من أسباب الانحراف من أسباب الانحراف ما هي الآية ما رأيكم تأملوا الآن في سورة الجاثية في هذا النشاط في سورة سبعة ثلاثين ما هي الآية ارجع المصحف الآن في سورة الجاثية وحاول تنظر للآية حاول تنظر الآية وتعلم عليها ثم تكتبها في النشاط في صفعة سبعة وثلاثين نعم أحسنتم هي قوله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه جعل الإله هوا نسأل الله العافية الإله هو الهوى المعبود نسأل الله العافية ماذا يحدث له وأضله الله على علم يكون عنده علم لكن يظل الله بهذا العلم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ثم قال الله بعدها فقال فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الآية الجاثية الآية 23 سورة الجاثية الآية 23 من الأسباب أيضا إخواني واخواتي الجهل وأخذ العلم من غير أهله من غير أهله والعلم يؤخذ من العلماء الراسخين وهذه الأسباب من أعظم أسباب المؤدية إلى الابتداع والتفرق والاختلاف من أعظم أسباب ذلك ذلك يحذر الإنسان من هذا الأمر تأمل هذا الحديث الخطير الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله المذن لمن الذي قال؟ عبد الله بن عمر بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَةِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا إِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ماذا يحدث؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا إذا أردت أن تسأل اسأل أهل العلم الراسخين لا تسأل من تريد فتنظر لأي أحد وتسأله أو تشاهد من أي أحد أو تأخذ العلم من أي أحد اذهب إلى العلماء الراسخين لكي تنجو بدينك من الأسباب أيضا السبب الرابع الإفراط والتفريط الإفراط والتفريط وهذا السبب من العوامل المؤثرة في تكون الفرق واختلافها مثال ذلك تأملوا معي الخوارج والمرجئة الخوارج هل هم في الإفراط أم في التفريط؟ هم في الإفراط هم في الإفراط بالغوا في هذا وغلوا في هذا الأمر فظلوا الطريق أو التفريط وهم المرجئة ميعوا الدين ففرطوا في هذا الأمر أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الإفراط يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أيضا من الأسباب فتح باب تأويل النصوص الشرعية بدون دليل يؤول بدون دليل كما فعل المشبهة نسأل الله العافية فأول صفات الله سبحانه وتعالى بدون دليل وهذه من أعظم عوامل تفرق الأمم وابتداعها من أعظم تفرق الأمم وابتداعها السادس الاعتماد على الرأي في الدين وتقديمه على الشرع يقول أنا أفكر بعقلي يأخذ نص من النصوص الشرعية يقول لا يقبلها العقل فيترك هذا النص نسأل الله العافية والواجب هو التسليم للنص الشرعي لا يأخذه بعقله لا يأخذه بعقله وهذا يعتبر بسبب إيش؟ ما توهمه العقل أساسا فيما يقبل ويرد من الدين يجعل العقل هو الذي يقبل ويرد نسأل الله السلام والعافية وهذا كله من ضعف الإيمان فإذا كان الإيمان عالي فإن النص يقدم فإن هذا العقل حاسة ما تدرك كل شيء إنما النص أنت مأمور بالنص أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بالنصوص الشرعية السابع التقليد والتعصب للمتبوعين وهذا من الأشياء الخطيرة جدا فبعض الفرق يعظم أئمتهم حتى أن يصبحوا معصومين وهذه من الخطورة وكذلك بعضهم يقدس علمائهم ويجعل منهم الحق معه ويترك كلام الله سبحانه وتعالى حتى لو خالف هذا العالم هذا الأمر وخالف كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا كيف نعالج هذه المؤثرات لحماية العقيدة كيف نعالج هذه المؤثرات لحماية العقيدة ذكرنا بعضها أذكر لكم هذه الدقائق اليسيرة أترككم فيها وأرجو منكم أن تجيبوها وأذكر لكم بعضها وأنتم مكملوا الباقي كيف نعالج هذه المؤثرات لحماية العقيدة يا سلام بعضكم قد ذكر الرجوع لكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وهذه من الأسباب الجيدة ومن الوسائل المهمة جدا أن ترجع الكتاب والسنة وأيضا الرجوع إلى العلماء الراسخين يا سلام أحسنتم وتلقي الدين عنهم وأيضا ثالثا الحذر من مصاحبة انتبهوا من مصاحبة ومشاهدة أصحاب الأهواء مشاهدة ومصاحبة أصحاب الأهواء قديما كان الصاحب المؤثر فقط الآن في مواقع التواصل في تأثير كبير جدا ينبغي الإنسان أن ينظر ماذا يستفيد إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم فانظروا عن من تأخذون دينكم بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من هذا الدرس نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر